في لحظة الأولى للعضوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني تحركت الدولة المصرية ليس فقط في إطار الشجب والتنديد بهذا الإجرام الإسرائيلي بل قامت بخطوات متسارعة في محاولة لوقف آلة الحرب الإسرائيلية فكان بعد أقل من أسبوعين مؤتمر القاهرة للسلام والذي عقد في أكتوبر الماضي لتتوالى الجهود المصرية الرئيس السيسي كان مدركا منذ البداية الخطة الصيونية بخصوص ما بعد 7 أكتوبر 2023 وأن إسرائيل تسعى لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين والحل على حساب دولار أخرى ومن هنا عقد مؤتمر القاهرة للسلام بحضور دولي كبير من أجل أن تصل رسالة مصر اللقات السلاسة لا تهجير قصري لا حل على حساب أطراف أخرى وأيضا الحل هو حل الدولتين وصلت مصر هذا بعد ذلك في استقبالها للمبعوثين الدوليين وغيرهم وتوالت اللقاءات والمحادثات والسعي الدقوب من الدولة المصرية والعنوان الأبرز وقف حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية أبرز ما يتحدث به الرئيس المصري خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه ورئيس ألمانيا للتحادية فرانك فلتر إشتيان ماير أوروبا لها الثقة الكبير جدا جدا ومهمة أوي أن هي خلال هذه المرحلة المهمة أن يبقى فيه قوة دافع إضافية حتى نستطيع أن نصل إلى اتفاق يحاقق الاستقرار ويخفف من معاناة الفلسطينيين في قطاع بازة وبالمناسبة ده كان ليه تأثير كبير جدا على مصدقية وفكرة القيم الخاصة بحوء الإنسان اللي احنا بنتكلم عليها بعدنا سنين طويلة كان ليها تأثير كبير قوي لأنها الحقيقة ده كان يعني انتهاك صارخ لحوء الإنسان وعلى مرمى ومسمع مننا كلنا وما قدرناش نعمل حاجة الرئيس المصري استقبل وزير خارجية الدنمارك وكذلك الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الجانب الأكبر من اللقاء تركز على الأوضاع في غزة والشرق الأوسط وتم استعراض الجهود المكثفة التي بذلتها مصر والشركاء للتوصل لوقف إطلاق النار هذه الألقات والجهود هي في السياق الدبلمسية المصرية المستمرة منذ بداية عدوان أسرع لغزة رأينا الرئيس سيسي في تركيا مع رئيس الأردوان يؤكد على المواقف الدعامة للشعب الفلسطيني رأينا أيضا كل المسؤولين جاءوا إلى مصر وهذا بيعكس حقيقة أن مصر تعمل على إجهاد ما يكون به اليمين المتطرف الإسرائيلي في تصفية القضية الفلسطينية وفرض أمر الواقع من خلال أولا رفض الوجود بالاحتلال الإسرائيلي لغزة ومحور فلاديلفيا ومعبر رفح وكذلك جمع وحجد الدعم الدولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية والعمل على تحقيق السلام الدائم هي مصر كما عهدناها سند لفلسطين الشعب والقضية لقاءات عديدة للرئيس المصري لم تغب عن جميعها فلسطين في حسب بل تصدرتها نجويوني سلفزيون فلسطين القاهرة